السلام عليكم مرحبا بكم من الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير اخباركم المهم المشكورين على التفاعل معكم التفاعل على الفيديوهات التي قدمتها لخلانية ومشكورين شاهدت عديدة من الناس اشتركوا في القناة مرحبا بكم ان شاء الله تنوروا القناة المنورين بطبيعتكم وانتم القناة متاعي انا كيرا معناها تتفرج وتضع لايك ولا تضع لايك القناة هذه هي كما قلت لكم قناة نصها ليا ونصها لكم ما معناها؟ نصها ليا الحياة الخاصة ونمشي سوى للمجازين ولا نمشي مثلا بلاسة مثلا نعمل فيديو نعمل فلوغ نعمل اي حاجة هادي تحكي على جواء معناها نجم هذا نقصد بشتر لي وشتر الاخر هي المعلومات انا بش نعطيكم المعلومات اللي اتهمكم سوى اسوام كما قلوا احنا الاسوام موجودة في المغازات العامة المواد غذائية ان الاسوام زادة متاع المنازل اسوام مثلا كما قلوا احنا الملابس هذا يقول له يندرج معناها في النصف متاع المشاهدين ومرحب بكم من جديد كما قطركم نص ليا ونص لكم نص ليا في حياتي الخاصة ونص الثاني في معلومات همكم وانتموا متهم الخدوم الى اوكرانيا ومرحب بيكم من جديد والناس الذين اشتركوا اشتراك جديد وسبسكرايب جديد ومرحب بيكم وان شاء الله نتمنى ان شاء الله في المستقبل الموضوع اليوم هو الحصول على فيزا الى اوكرانيا بدعوة خاصة عن طريق دعوة خاصة شخص من اوكرانيا يرسلك يبعث لك دعوة خاصة كي يبعث لك دعوة خاصة الشخص هذا مطلوب منه حاجتين يبعثهم لك معنى يبعث لك حاجتين تسمحوني على الحس الشخص هذا الشخص هذا الى اوكرانيا مطلوب منه حاجتين معنى يبعث لك حاجتين اول حاجة هي دعوة خاصة وحاجة ثانية هي نسخة من الجواج السفر معنى الشخص هذا يبعث لك حاجتين نسخة من الباسبور والدعوة الخاصة بالنسبة لهذا للشخص لا يقوم بدعوتك هنا يوفى كل شيء نحن نتوقع نرى الأوراق المطلوبة لك انت لكي تحضر الملف لكي تقصد ربي على روحك ان شاء الله الى اوكرانيا نحن نقوله ان شاء الله بعد قبول الفيزا لكي نعطيكم انا المطلوب اول حاجة كما قلت لكم في الدوسي متاعك بش يكون فيه اكستري بونكير اكستري بونكير فيه مبلغ محترم من المال اقل حاجة حسب ناظرتي يعني حسب فكرتي الفين دولار في الاكستري بونكير من يموم يكون عندك الفين دولار في الموقع الخاص بالحصول على فيزا اوكرانيا هناك فورميلير لتعمرها فيها المعلومات الخاصة معلومات خاصة الترف وعندك السيرونج دي فياج السيرونج دي فياج تعملها في البانكة في البوستة المدة متاحة يجب تعملها ثلاثة اشهر السيرونج دي فياج يكون المدة متاحة ثلاثة اشهر واضحة هذه المعلومات نعطيها لكم بالتفصيل خطر برشة الناس اخرين لا يعطيوا معلومات هذه من أن نحس بالغير ونعرف برشة الناس معلومات هذه لا يوجد سيرها برشة الناس قالوا لي برك الله فيك مشكورة على توضيحات انت ليس كما ناس اخرين قلت لهم لا يوجد مشكلة بالنسبة لي فأنا نحس بالشي هذا كما يحس بي غيري وانا صار علي الشي هذا كي قبلكم نشوف على فيسبوك ونشوف على اليوتوب ونشوف على برشة مواقع معنى شخصي نجم يفيدني بمعلومات معلومات ساعات في الوقت تتكلف برشة فلوس انا ما عنديش حتى اشكالية الا عندي نقولوا وربي ان شاء الله يساهل للناس كل نحن قلنا مدة ثلاثة اشهر وانتي زادة بشتز معك الجواز الاصلي متاعك وتعمل كوبي من الباسبور متاعك معنى الجواز الاصلي متاعك والكوبي من الباسبور متاعك تهزم مع بعضهم الزوز وتهزم معهم الزوز صور شمسية ان شاء الله تكون الموركة واضحة انا كي نعود لكم لأوراق المطلوبة انتم تحبوا تقيدوا ولا تحبوا معناها تسجلوا معلومات هذه بالكفية لا تحبوها تماما كي تشوفوا الأوراق المطلوبة تشوفوهم تماما على الشاشة كي توضح اكثر بالنسبة الناس فما الناس تفهم بالفرنسية فما الناس تحب العربية كل انسان معناها وطريقة الفاهم متاعه فما الناس تحب الورق هذه بالفرنسية فما الناس تحبها بالعربية كي نبدأ كما قلت لكم دعوة خاصة دعوة خاصة فما الناس تحب الناس لا تحب الناس تحب الناس لا تحب الناس الثانية نسخة من جواجر صفر للشخص مستدعيك ثالث الثانية هي الاكستري بانكير هذه لازم تكون عندك كونت في البانكة في مبلغ محترم حسبه نظرتي حسب خبرتي ما يقلش على ألفين دولار الحاجة الرابعة اللي هي فورميلة الحاجة الخامسة اللي هي السيرونز دي فياياج تأمين على السفر الحاجة اللي هي قبل الأخرى هي جواج السفر متاعك وتعمل عليه كوبي جواج السفر الأصلي وتعمل عليه كوبي زادة تهزم بعضهم الزوز وآخر حاجة هي زوز صور شمسية زوز صور شمسية هذم خاصين بالديموند فيزا يعني هذم الأوراق لكل قطولكم اللي هما بهم تنجم بتحصل على فيزا إلى أوكرانيا عن طريق دعوة خاصة المهم إن شاء الله تكون المعلومات وصلت لكم إن شاء الله تكون المعلومات هذه المعلومات التي تلواجوا عليها لا أستطيع أن نطول عليكم برشة في الفيديو هذا أنا أعطيتكم اللازم في اللازم هذه دعوة خاصة من خلالها تتنجم وتحصل على فيزا إلى أوكرانيا أنا أحكي معكم عن طريق القانون شنو يقول الوراق هذم هما المطلوبة ترجمة نانسي قنقر